خلونا دلوقتي نروح لزملتنا ليندا عشان نعرف منها ايه اخر اخبار التقس والعملات واسعار الذهب صباح الخير عليك يا ليندا صباح خير بسانت صباح خير احمد صباح خير نهاردة يوم الجمعة كده وان شاء الله الجوي بقى حلو والشارع ان شاء الله تبقى فاضية والجو حر يا بسانت بشكل عام وده تعودنا عليه وتعودنا كمان على الرطوبة المرتفعة ولكن كمان من ابرز الظاهر الجوية الموجودة معنا النهاردة هي الارتفاع في امواج البحر البحر الاحمر والبحر المتوسط يعني من الاخر قولينا ما تتفقليش قوي فاضل يا ليندا صباح خير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اصعار صرف العملات الرسمية والبداية هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء سعر البيع سجل 18.90 والشراء سجل 18.83 اليورو البيع سجل 19.26 والشراء سجل 19.18 الجنيه السرليني البيع سجل 22.65 والشراء سجل 22.55 الفرانك السويسري البيع سجل 19.44 والشراء سجل 19.36 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.82 اما الشراء فسجل 2.80 الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه و3 قروش والشراء سجل 5 جنيه وقرش اما الدينار الكويتي فالبيع سجل 61.57 والشراء سجل 61.16 واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 5.14 والشراء سجل 5.12 بالنسبة لمتوسط اسعار الدهب فعيار 18 سجل 844 جنيه لجرام اما عيار 21 فسجل 985 جنيه لجرام وعيار 24 سجل 1126 جنيه لجرام واخيرا الجنيه ادهاب سجل 7.880 جنيه خلونا دلوقتي مشاهدين نصارد مع حضراتكم جولة سريعة عن احوال الطقس النهاردة الطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكان فيه شبورة مائية صبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وكمان فيه نشاط الرياح على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط وده هيؤدي لارتفاع الامواج بحوالي مترين لمترين ونص ده غير انه فيه ارتفاع في نسب الرطوبة صبح وده هيزود الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح بين درجتين لتلات درجات درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34 وأعلى درجة حرارة هتكون فيه أسوان 39 وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 29 هنتابع مع حضراتكم أحوالي الطقس بتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية